مرحبا بكم في قناة تحفة يوب اخبار اليوم التعونات وشركات صين يتعود بقوة وتصنع الحدث حاليا ولا توجد اي دولة تنفس الصين حاليا في ضخامة وقوة الاستثمارات وهذا ما حدث بالتفصيل مع حفر ابار جديد وتجديد القديمة وسير السباق الصين لأوروبا وامريكا وحتى الروس بداية يبدو ان الصين شغلت سرعة القصوى للدفر بمكانة مهمة في الجزار والتقرب منها لأبعد الحدود ولا منافس لها في عدة جوانب حاليا خاصة بالحديث عن الاستثمارات الضخمة التي صبرمها مع الجزار باتفاقية تاريخية تعود بالفائدة الكبيرة على الاقتصار الجزائري فالعدد من الدول تتسابق بينها للتقرب من الجزار بالاستثمارات الا انه لمنافست لهم مع الصين فبعد ان ابرمت صين اتفاقية مع الجزار بملايار دولارات مؤخرا عادت من جديد باتفاقية ضخمة حيث كشفت سونتراك الجزائرية انها وقعت اتفاقا مع شركة البترول والكيميوية الصينية سينوباك بقيمة 490 مليون دولار ويهدف الاتفاق الى مشاركة الانتاج في المنطقة الصناعية زر الرايتين في حوض اليزيبي الجزائر لمدة 25 عاما ويقدر اجمال حجم الاستثمارات المخاطر لتنفيذه خطة تنمية هذه بنحو 490 مليون دولار وسوف يسمح باستخراج ما يقرب من 95 مليون برميل من النفط وفقا للبيان الصحوب ذاته هذا ويشمل الاتفاق تجديد وحدة الرفع بالغاز وحفر 12 بئر تطويرية جديدة وتجديد 6 ابار قادمة اخرى مع ربط ابار تطوير الجديدة وصيانة المنشآت القائمة وكذلك التقليل من انبعادة الكربون وتمتلك الجزائر من حجم السوق 10 اكبر حسياتات مؤكدة من الغاز الطبيعي على مستوى العالم وهي 6 اكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وتالت اكبر موارد الغاز صخر غير المستعمال في العالم بحسب ادارة التجارة الدولية الامريكية مع العلم ان هناك منافسة شرسة بين ايطاليا والصين في مجال لاس اتعمل تحديدا صين جاهدة للتقرب اكثر من الجزائر في التعاون على الغاز فدل دخول ايطاليا بقوة وكونها من اكبر الحلفاء للجزائر وايطاليا لها علاقات مميزة مع الجزائر هي الاخرى اذ ان شركة ايني الايطاليا لها شركات عديدة مع الجزائر اخرها استخدامها لعلاقتها مع الجزائر الشهر الماضي موقعة صفقات لاسترار الغاز طبيعي المسال مع 9 مليارات متر مكعب اضافية من الغاز عبر الانبيب سنويا من الجزائر ليقفز الاجمال الى حوالي 35 مليار متر مكعب سنويا مع العلم ان الصين بدخولها التعاون مع الجزائر في مجال لاس بهذه الخارجة تربيكو الروسية التي من مصلحتها ان تتعاون هي اولا وان تكون الجزائر بطئة في ذلك خاصة وان الدول الاوروبية تتهافت عليها للتخلص من الغاز الروسي سريعا جدا وبهذا الجزائر تسير بسرعة القصوى يذكر ان الصين ترى في الجزائر بوبتها على الجهة الاخرى من دول العالم لتكون بمثابة ميناء يربطها خاصة باوروبا واثريقيا فبذلك تستفيد ايضا الجزائر فوائد ضخمة ويتقوى اقتصادها فما رأيكم في ذلك؟ هذا ومن جهة اخرى اخبار اليوم الصين تدخل الخطية الاخرى بمشروع شلد مع الجزائر والفوائد بمئة ملايين دولارات وكيف يفيد الجزائر ويعطيها دفعة قوية للخبرة وعدم تضيع فرص الفوائد فهل دخلت ايضا مؤخرا الصين سباق الى الجزائر مع الروس والامريكان والاوروبيين؟ بداية شراكات ضخمة بين الجزائر والصين وهي التي اعلنت مؤخرا استثمارات بملايين دولارات وتعمل على تقرب من الجزائر وسباق كل دول اخرى ان نجحت بالفعل في ازاحة فرنسا من الطريق ففرنسا تبخر وفقدت نفوذها في الجزائر اما بخصوص المشروع الاخير الذي يصنع الحدث اعلنت شركة صونتراك الجزائرية عن توقع عقد ضخم مع اشهر المجمعات الصينية البي سي او وسي ان اشتيات بمقار المديرية العامة لانجاز مركب ضخم لانتاج ميتل دولاتي بوتي الاتير ويندرج هذا المشروع في اطار برنامج تطور صناعات الفيترو كيميائية الذي اقرسه الشركة في مخاططات الاستثمار متوسط المدى وستبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المركب مئة الف طن سنويا والمفاجآت الرائعة ان هذا المشروع حسب ما جاء في بيان شركة صونتراك بما يلي اولا انتاج مادة امتي بي او المستخدم كمان يبدأ موضفة لتصنع البنزل الخالي من الرصاص وسيسمح بالاستغناء عن استيراد هذه المادة التي تبلغ تكلفتها الحالية حوالي الف مئة دولار امريكي مع اطن اين بلغت تكلفة استيرادها مئة وسبعون مليون دولار امريكي خلال سنة 2021 وتصدير الفائد من هذا المنتج عبر المرافق المينائية لمصفات ارتيو مع تدمي الميتانول المنتج من خلال استخدامها كمواد وسيطة لانتاج امتي بي او وكذا المهارات المحلية في هذا المجال مع خلق مناصب شغل تقدر بحوالي 3500 منصب خلال مرحلة الانجاز ومئتي منصب امتناء مرحلة الاستغلال مساهمة المناولة الوطنية في انجاز المشروع هذا وتحدث سعني المشروع العديد من الصحف العربية والاجنبية التي اكدت ان الصين دخلت بقوة في تحالف مميز مع الجزائر لانها صار في الجزائر بمثابة الوباء على افريقيا واوروبا ويعيش البلدان تقارب سياسيا غير مسبوك عززه الوباء الاخير حيث كانت الجزائر سباقة لارسال مساعدة الطبية للصين عند بداية تفشيه وهي المبادرة التي استحسنتها الصين وردتها اضعاف مضاعفة بارسال اكتر من 12 طائرة محملة بالمواد الطبية بالاضافة الى فارقين من الاطباء مختصين هذا وبالعودة لاهم المشاريع بملاير دولارات بين الجزائر والصين والتي صنعت الحدث وصلت دوء عليها صعف عالمية مؤكدين ان الفتاح للجزائر على العالم وتخلص من التباعية لفرنسا سيعطي للجزائر دفعة قوية واقتصادها يتعافى تدريجيا من النهب الممنهج من طرف فرنسا فما رأيكم في ذلك؟ هذا وفي خبر منفصل اخبار اليوم الجزائر تسير بسرعة القصوى في مشروع طريق الحرير الصيني وموقع مميز للجزائر واقتصادها على المواد بداية يتأكد بمرور الاسابع والاشهر ان الجزائر قد مضت فعليا ووصلت نقطة العودة في انضمامها لطريق الحرير الصيني الجديد وما يعرف بمبادر الطريق والحزام وهذا بالنظر للمشاريع ومستوى شاركة وهذا بالنظر للمشاريع ومستوى شاركة والتعاون بين الجزائر وبيكين في مجالات حيوية والسراتيجية التي دعها رسل العين في الفسر الاخيرة وانضمت الجزائر الرسمية لمبادر الطريق الصيني في جوان 2019 اذ ان الصين تعاول كثيرا على الجزائر وتولي لها اهمية كبيرة بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يربطها بالعالم ولتكون اكبر منها لسطلة على الضفة الاخرى منضمام الجزائر لطريق الحرير الصيني فتح لها الباب على مشاريع واستثمارات ضخمة ستستفيد الجزائر كثيرا منها وتنعيش اقتصادها وان استحسن استغلال فرصة بقول الخبراء فانها ستتحول كليا وتقفز قفزة نوعية نحو الحدث والتطور فموقعها يخولها لتكون اهم ركيز في هذا المشروع الصيني العالمي لتعود عليها بملاير دولارات وتطور البنية التحتية وتستمر العائدة الايجابية على الجزائر من ضمامها للمبادرة اخرها منجم غارج بيلات حيث وقعت الجزائر مؤخرا على مذكر التفاهم بين المؤسسة الوطنية للحديد والسولفيرال والشركات الصينية من اجل استغلال منجم الحديد بغارج بيلات بمحافظة تندوف وسيكون تمويل المشروع جزائريا صينيا مشتركا في حدود اثنان مليار دولار ونقلت شبكة طريق الحرير الصيني الاخبارية ان ميناء الحمدنية يدخل في اطار مبادرة الحزم والطارق ويعد من بين اهم المشاريع المتخصصة لنقل السلاح ما سيمكنه مستقبلا من اجراء مبادرة تجارية على افريقيا واوروبا هذا وسبق للصين ضفر بصفقات كبرى اخرى على غرار انجاز فندق شيرادون وجامع الجزائر بتكلفة تجاوزة مليار دولار مسافة 1116 كيلومتران ويشار الى ان الاتحال الاوروبي اذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفة يوب ولا تنسى الاعجاب والتعليق